هذه النشرة برعاية الكيشوان السيمابلر دينتالي لوبين الفساد مشكلة لبنان البطالة في السويد ترتفع بوتيرة أبطاء وثلاث وفيات بكورونا في ثلاثة أيام أهلا بكم مع استمرار الاحتجاجات في لبنان بعد انفجار بيروت الهائل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين يقول إن الاحتجاجات تظهر الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة ومحاربة الفساد في لبنان لوفين أكد ضرورة أن تعالج الإصلاحات مشكلات البلد الاجتماعية والاقتصادية من أجل خلق مجتمع أفضل للشعب اللبناني والكثير من اللاجئين في البلاد السويد قدمت الدعم للشعب اللبناني عبر شحنات إغاثة وكوادر بشرية ومساعدات طارئة عبر الصليب الأحمر السويدي في إطار الانفجارات التي عاد تكون مرتبطة بحرب بين العصابات استهدف انفجار صباح اليوم متجرا صغيرا وسط مدينة لانتس كرونا دون أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح الشرطة وصفت الانفجار بالقوي وصنفته التحقيقات الأولية كعملية تخريم ما زالت السويد واستراتيجيتها مثار اهتمام عالمي آخر مظاهر الاهتمام ما كتبته صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس متوقع أن يكون السويديون هم من سيضحك أخيرا عملا بالمثل الإنجليزي يضحك كثيرا من يضحك أخيرا الثمن الباهض الذي دفعته بريطانيا جراء ما اعتبرته الصحيفة تخبطا في مواجهة الوباء دفع الصحيفة إلى استنتاج مفادها أن السويد ربما كانت على حق طوال الوقت في اختيار الطريق التي سلكتها لمكافحة الجائحة الشهادة البريطانية للسويد تأتي فيما تسجل البلاد اليوم ثلاث وفيات بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي في تطور دأب المسؤولون في هيئة الصحة العامة مؤخرا على وصفه بالإيجابي جدا مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السويد منذ بداية انتشار الوباء عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 82 972 حالة ورغم استمرار تراجع المرض في البلاد فإن المخاوف تزداد من الإزدحام بعد عودة الطلاب مدارس الثانوية إلى مقاعدهم في غضون أسبوع الحكومة قررت ترك هامش للتعليم عن بعد في بعض الحصص الدراسية للحد من الإزدحام فيما أطلقت بلديات مبادرات عدة منها تشجيع الطلاب على ركوب دراجاتهم الهوائية إلى المدرسة في سياق متصل صلت تقرير راديو السويد الضوء اليوم على تفاوت كبير في استعداد البلديات من حيث مخزون أدوات الحماية كالكمامات والأقنعة بعض البلديات لديها مخزون يكفي لمدة عشرة أشهر فيما البعض الآخر لا يكفي المخزون أكثر من أسبوعين وفي التداعيات الاقتصادية للوباء بدأ سوق العمل اليوم أكثر إشراقا ولو بنسبة قليلة حيث أعلن مكتب العمل أن نسبة البطالة عند 9.2% وهي أقل مما كان يتوقع بداية الصيف الأسبوع الماضي سجل مكتب العمل أكثر من عشرة آلاف عاطل جديد عن العمل لكن في الوقت نفسه يحصل الكثيرون على وظائف جديدة خاصة ممن فقدوا وظائفهم مؤخرا وفي الخلاصة لا تزال البطالة ترتفع لكن بوتيرة أبطأ من السابق مكتب العمل يتوقع أن تصل ذروة البطالة إلى 11.2% مطلع العام المقبل إلى اللقاء هذه النشرة برعاية الكشوان السي مابلر دنتالي ترجمة نانسي قنقر